إليك بيان آيات الكتاب بتفسير يزيل غشى الضباب تنير الفهم أمثال عظاة وتهدي للحقيقة والصواب كتاب الله نبراس البرايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فنسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا أبواب فهم كلامه جل وعلا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة نأتي إلى تأمل سورة الفيل وهي سورة جاءت على إثري أو جاء قبلها سورة قريش وسورة قريش مع سورة الفيل تتحدثان عن معنى واحد وهو ما خص الله عز وجل به أهل مكة من الحفظ والعناية والرعاية إرهاصاً بين يدي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم معنى الكلام على سورة قريش وأنها جاءت فيما خص الله تعالى به قبيلة قريش وهم سكان الحرم من الفضائل والخصائص قبل الإسلام في سورة الفيل يبين الله جل وعلا مكانة البيت وحرمة الحرم وأن من قصده بسوء قصمه الله عز وجل في هذه السورة نتجلى ونستطلع قصة عظيمة ذكر الله جل وعلا هذه القصة في موضع واحد في القرآن وأسلوب القصص في القرآن أحياناً تأتي القصة متكررة تأتي في مواضع متعددة ومن وراء ذلك حكم أما قصة الفيل فلم تأتي إلا في موضع واحد فقط في سورة الفيل وسورة الفيل جاءت خالصة في ذكر قصة إبرهة الأشرم لما أراد هدم الكعبة وصرف العرب إلى حج الكنيسة التي بناها بصنعاء من أرض اليمن أنزل الله هذه السورة فقط في بيان تلك الحادثة وهي حادثة عظيمة من أعظم ما وقع بأرض العرب من الحوادث التاريخية لما فيها من خوارق العادة يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من بلغه القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهذه السورة مكية تتكون من خمس آيات بيّن الله عز وجل فيها ما حل بأصحاب الفيل من الهلاك والدمار أجمل الله القصة في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ثم فصلها في أربع آيات ولكم أن تتأملوا أيها المشاهدون والمشاهدات فصة عجيبة تناولت كتب السير الكلام عليها وجاء الكلام عليها موسعا ثم تأملوا كيف اختصرت في خمس آيات أجملت في آية واحدة وفصلت في أربع آيات وهذا ما نتبين به إعجاز القرآن في لفظه وفي معناه فربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل هنا كلمة فعلة تنبئك وتطلعك على مضمون هذه القصة ومن إعجاز القرآن أن جاءت لفظ فعل ولم يأتي مثلا لفظ عمل أو غيرها من الألفاظ لأن دلالة فعل تدل على شدة البطش وسرعة الأخذ ألم ترى كيف وكيف أيضا تدل على أن أخذهم عقابا وقع بكيفية هائلة عظيمة عبر عنها بقوله كيف فعل ربك الذي يثير العجب في نفس السامع ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تعلم لأن رأى هنا بمعنى العلم وهي التي تدل على العلم العقلي ألم ترى كيف فعل يعني ألم تسمع مما يتناقله الناس من أخبار ما وقع لأهل جيش الفيل من الهلاك العجيب العظيم الذي صوره القرآن بأبلغ تصوير ألم ترى كيف فعل ربك ولذلك تأتي لفظ فعل في عظيم البطش وسرعة الأخذ والعقاب الهائل من غير إمهال وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ويقول سبحانه ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وعلى غرار ما تقدم قوله فعل ربك بأصحاب الفيل ربك المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والكاف يكاف الخطاب ثم فصل ما وقع بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول حاصلوا قصة أصحاب الفيل أن إبرهة لما كان واليا على اليمن من قبل ملك الحبشة بنى كنيسة ضخمة عظيمة في مدينة صنعاء وأراد أن يصرف وجوه الناس إلى الحج إليها بدلا من الكعبة فلما سمعت بذلك العرب قدم بعض العرب من بني كنانة إلى هذه الكنيسة ولوثها بقدر فحينئذ غضب إبرهة غضبا شديدا وجمع جيشا ضخما عرمرما ومعه الأفيال والعرب لا عهد لهم بالفيل وليس بأرضهم وذلك ليرهبهم لأنه يستخدم نوع من إرهاب العرب لم يكن معروفا في بلدانهم ولذلك ناسب ما وقع بأصحاب الفيل من عقوبة لأنه أتى بجيش عظيم لا يدان لأحد من العرب ولا طاقة لهم بمقاومة هذا الجيش الذي أراد أن يستأصل أصل عزهم وهو الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام هي مصدر عز العرب وفخرها فأراد هدمها وهذا فيه طمس لتاريخ العرب قدم بجيشه العظيم وتخلل بلاد العرب من الأرض صنعا إلى أن وصل إلى مكة ومعه هذا الجيش الهائل فاستدعى عبد المطلب وكان سيد قريش حينئذ وأمره أن يخرج بقومه وأن يجترب معرة الجيش وأن لا يواجه جيشه العظيم وحدثت كما ذكر أهل السير مقاولة وحديثا جرى بين إبراهة الأشرم وبين عبد المطلب ومن أمر إبراهة أنه أخذ وغصب مائتي من الإبل لعبد المطلب فطلب منه عبد المطلب أن يرد إليه ماله ولم يكلمه في شأن الكعبة فقال له إبراهة أتيت لهدمي هذه الكعبة ولا تكلمني فيها قال أنا رب الإبل والكعبة لها رب يحميها تفرقت قريش في رؤوس الجبال خشية من ما يكون من شأن هذا الجيش لما اقترب من ضواحي مكة ووصل إلى مكان يسمى المغمس أرسل الله عليهم طيرا في مجموعات هائلة كل شخص منهم أصابه طائر بحجر متحجر من طين فأهلكه وهذا أشبه ما يكون بضربه من الجو وهو القصف فضربوا من فوقهم كما قال الله سبحانه وتعالى فجعلهم كعصف مأكل هذا هو آخر ما كان من شأنهم فهلموا بنا ولنأتي إلى تأمل ما ذكر الله في تفصيل شأنهم في هذه الآيات الأربع يقول سبحانه ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم هنا في ابتداء السورة وفي هذه الآية يدل على الاستفهام التقريري الذي يفيد العناية بمن وجه إليهم الخطاب ألم ترى كيف فعل ربك هذا استفهام تقريري لأن العرب تناقلت هذه القصة واستفاض خبرها بينهم وكذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام والعجيب أن قصة إهلاك أصحاب الفيل وقعت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف على وجه التعيين من حيث التاريخ على وجه الدقة وإنما وقع ذلك في عام خمسمائة وسبعين ميلادية من ميلاد عيسى عليه السلام قيل في شهر فبراير بالشهر الإفرنجي يقدر ويوافق شهر محرم بالشهور العربية قيل إنه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوماً والمؤرخون اختلفوا اختلافاً عظيماً في تحديد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام غير أنه ولد في ذلك العام عليه الصلاة والسلام قوله ألم يجعل كيدهم في تضليل تأملوا في دقة ألفاظ القرآن يقول ألم يجعل أي ربنا سبحانه كيدهم سمى ما هم به إبرهته من هدم الكعبة ووصفه بأنه كيد إيش معنى الكيد الكيد هو التوصل بالإيقاع بالخصم والعدو على وجه خفي لا يشعر به يعني قد يأتيه من وجه يرى أن فيه نفعاً له وهو في الواقع ضر عليه هذا هو الكيد والمكر يوقعه من حيث لا يدري ومن حيث لا يعلم ربنا وصف فعل إبرهة بأنه كيد لماذا وصفه بأنه كيد لأن إبرهة أصلاً لما بنى الكنيسة في أرض صنعاء قبل أن يلوث ذلك الرجل من بني كنانة هو أضمر أن يهدم الكعبة على أي حال ولكن لما سنحت هذه العلة التي تعلل بها لهدم الكعبة وهي تلويث الكنيسة بذلك القدر أصبغ على فعلته تلك التي أزمع عليها أنه يريد الثأر والانتقام ممن لوث كنيسته التي بناه وهو في واقعه وفي حقيقة أمره قد أضمر هدم الكعبة منذ أن أنشأ تلك الكنيسة ولذلك سمي كيداً ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ التضليل أي جعل مرادهم وعزمهم ظالاً لا ثمرة له والضلال بمعنى الضياع أي جعل كل ما أزمعوا عليه مما يعارض أمر الله الشرعي والقدري لأن الله أراد من بناء الكعبة أن تكون معلماً للتوحيد وأن تكون مثابةً للناس وأمناً فلذلك لم يكن قدراً لهذا الملك إبرها أو لغيره من سائر الملوك أن ينال الكعبة بأذى الله عصمها وحفظها ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ في هنا تفيد الظرفية بمعنى أن ضياع ما عزموا عليه مصاحباً لهم منذ أن خرجوا من أرض اليمن لهدم الكعبة ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيراً أبابيل أرسل عليهم طيراً أتت من جهة الله يعلمها أبابيل قيل اسم جمع لا واحد له من لفظه بمعنى الجماعات يعني تأتي هذه الطيور جماعات جماعات على هيئة غريبة وعلى أمر لم يعهده الناس يومئذ وقيل أبابيل جمعوا إباله والإبالة هي الحزمة إما من الحطب أو من غيره كما يقال في المثل ضغث على إباله أي حزمة صغيرة على حزمة كبيرة والأبابيل هنا تفيد معنى الجمع أي أتت طيور مسخرة لإهلاك ذلك الجيش كل طير يحمل حجراً من طيل متحجر وهو السجيل على هيئة الذي رمي به قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود كما أمطر قوم لوط بتلك الحجارة أيضاً أمطر أصحاب الفيل وأرسلنا عليهم طيراً أبابيل يعني الطير طير ضعيفة بالنسبة لهذا الجيش ولكنها جند من جنود الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلاه فالله سبحانه وتعالى منتقم إذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له وأرسلنا عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أي كل شخص منهم قد عين له طير يقصفه بتلك الحجارة وآخر أمرهم كما وصف الله جل وعلا في هذه الآية فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول هذا هو حال الجيش وصفه الله بكلمتين العصف وكونه مأكولاً فجعلهم أي هذا الجيش العظيم الذي هابت العرب أن تلاقيه وأن تقابله في النزال في أرض المعركة جيش عظيم لا عهد للعرب بمثل عدده وعدته يعني معهم جنس من السلاح ليس للعرب أو ليس عند العرب مثله مثله وهو الفيل العرب لا يعرفونه فإذا رأوه أوجسوا منه خيفة فلذلك لم تجرؤ قبيله ولم يجرؤ جيش أن يقابل جيش إبرهة يعني قطع بلاد العرب جنوباً إلى الشمال إلى أن وصل الكعبة ولم يستطع أحد من العرب أن يقارعه أو أن يرده بقوته هذا يدل على عظم ذلك الجيش وشدته ولذلك ربنا يقول فجعلهم أي الله سبحانه وتعالى جعلهم كعصف ما هو العصف؟ العصف جمع عصفة والعصفة هو أوراق الزرق الذي إذا يبس وتفتت تعصفه الريح في كل مكان كما قال سبحانه والحب ذو العصف والريحان الحب ذو العصف يعني الحبو مثل القمح وغير ذلك مما ينبت وله أوراق دقيقة صغيرة إذا يبست الرياح تنثرها في كل مكان تعصف بها في كل سبيل فسمي عصفاً فجعلهم كعصف مأكول يعني عندنا تشبيهان الأول أنهم كعصف الثاني أن هذا العصف من شأنه أنه مأكول إيش معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يصور حال الجيش وكأنك تراهم بعينيك وذلكم أن الجيش لما هاجمته تلك الطيور التي هي من جنود الله جل وعلا وهي طيور حقيقية لا كما قال بعض المفسرين أنها تمثيل لما أصابهم من مرض وقع في أجسادهم قيل هو مرض الجدري وأول مرة يقع في تاريخ البشر وهذا صرف للفظ القرآن عن ظاهره وإنما ربنا تعالى أرسل عليهم طيوراً جماعات جماعات قد عين كل طير لشخص منهم يرميه بحجر من سجيل فكان أمرهم ومصيرهم أن جعلهم كعصف مأكل أي مثل الزرع الذي اشتد يبسه فأكلته الدواب ثم هضمته فراثته فكان يابساً متفتتاً هذا هو وصف قوله مأكل كعصف أي كأوراق الزرع التي أكلتها الدواب ثم هضمتها وأخرجتها روثاً وتفتتاً وذهبت به الريح في كل سبيل وهذا يدل على خستهم وعلى ما آل إليه أمرهم من تفرقهم وإهلاكهم عن بكرة أبيهم حتى لم ينجوا منهم أحد وهذا من حكمة الله وعظم بطشه بمن أراد بأهل الحرم سوءاً إن ربك لبالمرصاد إن بطش ربك لشديد ولذلك ربنا تمدح بأنه فعال لما يريد بعد قوله إن بطش ربك لشديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد أمثال عظاة وتهدي للحقيقة وصواب كتاب الله نبراس البرايا وغيث النور للروح اليبابي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة